الميديا بتشوه وبتشوه زاكرت شبابنا والأسف في بعض المرضى اللي عندهم حنين للماضي وبعض الذين قديروا من ثورة 23 يوليو وده طبيعي بيهجموها ليل ونهار وبيهجموا الرئيس عبد الناصر زعيم عبد الناصر ليل ونهار ولذلك لابد من توضيح احنا بنستمد المادة العلمية دي منين احنا ما بنجيبش المادة العلمية دي من عندياتنا لا احنا عندنا شهود عيانة عاشوا هذه الفترة وكتبوا آلاف من الصفحات مجلدات حول أوضاع مصر الاقتصادية الاجتماعية قبل 52 عندنا تقارير مخابراتنا احنا المخابرات الحربية والبحرية اللي هي مخابرات الملك ازاي كانت بترصد زي ما جيه في البيان بالزبط انه البلد فيها رشوة وفيها فساد اداري وفيها فساد سياسي وفيها فوارق طبقية صارمة ما فيش حراك اجتماعي من اسفل الى اعلى وبالتالي هذا الجمود بيسبب تصلب في شرعين المجتمع زي ما جيه في البيان وزي ما بنكرر انه هذه التقارير كانت بتشير الى خطورة الواجه لدرجة انه بعض الذين هو طبعا لما نيجي نقول البناء الاجتماعي فهتلاقي كبار الملاك وكبار الرأسمالية المصرية والمتمصرة والاجنبية ودولة شريحة صغيرة وممتلكت كل الامتيازات وتميزت عن بقية عن اللي بنسميهم الشعب المصري لان 99% من الشعب المصري كان بيعاني من عدم من زي ما حاتك قلت يمكن ده اجمال بقى اللي هو الفقر والجهل والمرض وعندنا احصائيات وعندنا فعايز ارجع تاني اقول التقارير يعني اشارت الى ان الاوضاع غير مستخرة انه فيه اضطراب في البلد التقارير العالمية كمان احنا نرجع للتقارير العالمية اللي بترصد احنا عندنا صفر عايشين هنا كتير خاصة السفير البريطاني السفير الامريكي فبيكتب لبلاده وده مهم بالنسبة له ليه انت كنت بتكلم حضرتك او حضرتك عن التوازن الدولي في المنطق وبالتالي هو مهم جدا لانه فيه كتلة شيوعية او شرقية وفيه كتلة غربية وصراع بينهم ده النظام العالمي وبالتالي الكتلة الغربية متخوفة على هذه البلد المهمة لو قام فيها اضطراب او ظل هذا الوضع السيء جدا ممكن يخذوها يخذوها الفكر الشيوعي وتيجي يأخذ المكان المهم ده في اطار الصراع الدولي ولذلك كله بيكتب تقارير فالتقارير الامريكية والتقارير البريطانية كانت بتشير الى انه مصر تعاني من اوضاع في غاية السوق وهناك احتمال لانفجار ثورة عارمة وحددوا كمان ممكن ان الثورة دي تكون منين مخابرات الملك ايضا حددت ان اللي هيقوم بالثورة دي ضباط وطنيين من داخل الجيش المصري ممكن بقى تسألني اش معنى الضباط الوطنيين لان مفيش قوة سياسية ولا قوة اجتماعية في هذا الوقت تمتلك السلاح وتمتلك القدرة على الحجد ودي مسألة في منتقى الامية ويمكن يعني مش مفاجأة انه الاثنين اللي كانوا بيمتلكوا القدرة على الحجد واستخدام السلاح الاخوان المسلمين والجيش المصري هم 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 دول القادرين وبالتالي بالتالي كان الجيش هو صمام الامان الضباط الوطنيين عشان ما نستخدمش الجيش الضباط الاحرار الضباط الوطنيين اللي هم هيعملوا تنظيم الضباط الاحرار برئاسة الزعيم العظيم جمال عبد الناصر اشتركوا في القناة